اشتركوا في القناة لان هذا الغطاء هو يعقس الصورة فاعذروني المكونات الجهاز او الماكنة لدينا هذا المعيار اذا تشوفوا بنات هذا المعيار نخلي به كمية الذرة اللي راح نخليها بالجهاز وهذا الغطاء بنات راح اشيله هذا الغطاء اللي هو يحصر حبات الذرة حتى صرعتنا شامية وطبعا موصل هو على الكهرباء شوفوا بنات من الداخل هذي اني استعملت بنات اخذ كمية قليلة من هذه الذرة شوفوا بديمكم حبات الذرة وعندي هنا تتبيلة ايضا اي نوع تتبيلة عدكم تستخدموها بالدجاج باللحم او بس ملح مترك الامر لكم مو بنات وبالنسبة للزيت تخلون قطرة زيت بالماكنة قطرة زيت مو اكثر وتحطون حبات الذرة هس راح اسوي ابدأ طريقة العمل شوفوا هاي الكمية اللي راح اخليها طبعا انا خليت قطرة زيت داخل الماكنة هنا شوفو راح اخلي هاي الكمية واغلق الماكنة يعني بهذا الغطاء اللي شبتو اغلقها شوفو بنات اغلقها بهذا الشكل واخلي هذا القطعة ايضا واشغل الكهرباء على الماكنة ومن تحمي او تسخن تصير تتكون الدرج وبنات مثل ما قلت لكم هاي النوع من البهار اللي تستخدموه او فقط ملح هذا مترك الامر الكم هس راح اشغل الماكنة حتى تعمل الفشار بنات شوفو هذا الصوت حتى تتعمل الماكنة هذه هي طريقة عمل الماكينة كمية حتى أرى بنات الشامية أو البشار الآن أرشي التتبيل وأوزحها وأخلطها بهذا الشكل فترة دقيقة دقيقتين ثم أقدمها بنات يصير تخلوني التتبيلة هذه التتبيلة بالماكنة يصير بس أنا سمعت أن أحد الأخوات استعملت بها التتبيلة والزيادت بكمية فاحترقت وأطلت الماكنة فأنا مريد أجرب هذه الشغلة حتى لا تعطل عندي الماكنة شبتوا بنات هسا رح أحاول مرة ثانية أسوي كمية أخرى بنات بعد ما عملنا بها البشار أو الشامية لازم أن ننظفها بنات من أي شيء أو ساخ صارت بها ننظفها تنظيف جيد أيضا حتى من الداخل الزيت يعني ننظفها من الداخل من خارج ثم نتركها حتى أيضا تبرد لأن كل شساخنها سهية من شغلناها تبرد وننظفها نحتفظ بها نظيفة بأي وقت نستعملها أبنات أتمنى عجبكم الفيديو وإن شاء الله وفيت بالوعدة الوعدتكم به هذا الفيديو بطريقة عمل ماكينة صنع البشار وانتظروا مني فيديو ثاني بعمل قدر الضغط اللي شبته بالمشتريات أترككم برعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة